قمة المنتدى الدولي للنقل المنظمة تحت شعار النقل في خدمة مجتمعات متكاملة تختتم أشغالها في ألمانيا تحت رئاسة المغرب الذي تمت الإشادة عالياً بجهوده على رأس المنتدى وقد أجرى وزير النقل واللوجستيك محمد عبد جليل الذي ترأس أشغال القمة سلسلة من المحادثات الثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في أشغال قمة 2022 من المنتدى الدولي للنقل هذه المحادثات محورت حول النقل في مجتمعاتنا والأمن على الطرقات ومكافحة التلوث من خلال وسائل نقل أكثر استدامة وتبحثت مع نظرائي من ألمانيا وسويسرا والبرتغال وإسرائيل حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيك وتطوير العلاقات الثنائية كما تم في مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل الإعلان عن انضبام أمملكة كامبوديا إلى المنتدى بصفتها البلد العضوى الـ 64 في المنظمة ويعد المغرب أول بلد عربي وإفريقي ينضم إلى المنتدى الدولي للنقل في العام 2015 عهدت له رئاسة المنتدى برسم ولاية 2021-2022 وذلك في ضوء الجهود والمشاريع المنفذة من طرف المملكة في مجال النقل واعتبارا لموقعها الجيوستراتيجية وقد عرف هذا المحفل الذي امتد على مدى ثلاثة أيام مشاركة وفود تماثل نحو ثمانين بلدا وتميزة القمة التي شارك فيها المغرب بوفد هام يتألف من مسؤولين بوزارة النقل واللوجستيك ومن مؤسسات عمومية تنشط في هذا المجال بعقد جلسات وزارية وموائد مستديرة وندوات تناولت على الخصوص مواضيع السلامة على الطرق والنقل والتغير المناخي وتكامل النقل ومستقبل سلاسل التوريد وقد مكنت النقاشات المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات وقد جرى تسليم رئاسة المنتدى الدولي للنقل من المغرب إلى المملكة المتحدة